اهلا وسهلا اليوم حشارك معاكم طريقتي في تحضير الزبدة البنية الزبدة البنية اكتشاف عظيم اكتشفتوا هذه السنة لازم تجربوه عشان تفهموا انا ايش قصتي وتعرفوا ان انا ما بابالغ حيحول الحلة من حلة عادي الى حلة رهيب وفنان وطعم مميز يعني طعمها تحسوا يشبه التوفي الكراميل كده حاجة نطي يعني زي المكسرات لما تتحمص وتحسوا طعمها ومره يتحسن حاجة زي كده صعبة نوصف فجربوها عشان تسويوا الزبدة البنية فقط حتحتاجوا زبدة وحنحتاج طاوة او مقلاية لونها فاتح تكون ستينلستيل او تكون بيضة او اي لون غير الاسود عشان تقدروا تشوفوا الزبدة لما اللونها يتغير افضل كمان انكم تستخدموا سباتشلة تكون تتحمل الحرارة عشان الزبدة اللي تلصك في الاطراف تقدروا تنزلوها على تحت وما تضيعوا على نفسكم اي شي من هاد الزبدة الثمينة جدا جدا طيب لما الزبدة تدوب بالكامل هنا لازم تركزوا وما تسيبوا الزبدة ابدا لانها ممكن تنحرق مرة بسرعة احنا ما نبقى الزبدة تتحرق احنا نبغاها تتكرمل ولونها يتغير فحتى الحرارة لازم تفطلوا تراقبوا كيف الوضع يعني انا مثلا المقلاية اللي باستخدمها ما هي مرة كويسة في توزيع الحرارة فجالسة اوطي الحرارة اكتر عشان احس انه ممكن فجأة تنحرق فما ابغدا الشي يسير فممكن مثلا انا الفرن حقي المتوسط حقي يعتبر شوي عالي فافضل اوطي شوي لما انا حيث انه هدية اعلي وعلى كده فيعتمد على الطاوة كمان اللي حتستخدموها حتلاحظوا انه فيه تكتلات بدأت تسير من فوق فكملوا ما في اي مشكلة فيها ونزلوا الاطراف شايفين الكتل هذه الصغيرة البيضة اللي في الاطراف انا بحاول كل شوي انه ارجعها على جوه لانه هي اللي حتسير لونها بني فكل ما زادت كل ما اعطتنا النكهة المميز اللي احنا نبغاها هنا جينا الاهم فقرة خليكم صحصحين ومركزين وراقبوا ايش قاعد يسير البابلز هادي اللي حتتحول فوق حتبدأ تغطي لكم الزبدة اللي تحت فعشان كده انا بحرك لانه كل شوية ابغى شوف هلا اللون تغير ولا لسه لانه هي تكة ما بين انه الطعم يصير شوية محروق وما بين انه يكون الطعم نتي ولذيذ على النهاية الرغوة حتسير مغطية تماما من فوق فعشان كده شايفين جلسة احرك بشويش عشان اشوف ايش اللون اللي موجود تحت اول ما احس انه سار مليان من هادي الحبيبات الصغيرة البنية حاشيلة القدر او الطاوة من على النار لانه خلاص هنا ممكن يبدأ الطعم يصير يعني على محروق اكتر فعشان كده خلاص اشيلة هاده حين وانقلها على زبدية تانية لانه لو خلطوها في نفس الطاوة حتكمل تسخن وممكن تنحرك بالذات عادي الطاوة حقتي لانها سيئة وما توزع الحرارة بشكل كويس فعشان كده على طول انقلها على زبدية تانية طيب انا حسوي دفعتين من الكوكيز فحقسمها على زبديتين بس ترى الكمية الجرامز حقا الزبدة حتختلف لما تدوبوها لانه في نسبة حتتبخر فحيتغير الوزن فعشان كده انا بالميزان بستخدم الميزان عشان اتأكد اني بوزع بالتساوي بين الوصفتين وبتأكد اني انزل هادي الاشياء البنية الصغيرة بالتساوي بين الاثنين عشان هادي هي اللي هتعطينا النكهة اللي نبغاها شايفين بحاول اني مرة اوضح لكم ايش قصدي بالاشياء هادي البنية هي اللي فيها كل النكهة حتى ممكن تدوبوها صاح ان الطعم ما هيكون كده بزيادة مميز لانه زبدة لحالها بس لو مثلا خلطوها مع السكر حتفهموا ايش قصدي بالطعم اللي كده زي الكرامل او توفي او ما عرف اوصفوا جربوه وانتو قلولي كيف يعني كيف توصفوا هذا الطعم وكمان السباتشولا حتفيدنا لما نيجي ننقل الزبدة البنية على الحالة اللي بنعمله عشان ما نضيع اي نكطة من هادي الزبدة المميزة جربوها وقلولي ايش رأيكم وقلولي كيف حسيتوا التغيير يعني من جدي استاهل التعب ولا لا لا تنسوا تشتركوا في القناة ووصفات الكوكيزة اللي بالزبدة البنية حتكون موجودة في الوصف فشوفوها